أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقتشي أن النصر بات قريبا بفضل الله ثم بعزيمة وقوة منتسبي الجيش الوطني الذين حققوا الكثير وينتظرون دخول الدفعات الجديدة خط المعركة إلى جانبهم وذلك لاستكمال تنفيذ الخطط المرسومة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب جاء ذلك خلال تفقده مركز تدريب القوات المسلحة اليوم بمحافظة مأرب وأشاد اللواء المقتشي بالجهود التي تبذلها هيئة التدريب والوتيرة العالية التي تعمل بها لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تتدفق لالتحاق بقوات الجيش الوطني في مختلف المحافظات وحث رئيس هيئة الأركان العامة المقتشي حث المجندين على بذل جهد أكبر في ميدان التدريب والحرص على اكتساب المهارات القتالية النوعية وإتقان جميع الفنون القتالية بالإضافة إلى الاهتمام بالتخصصات في المجالات التي تتضلبها المعركة